الله أهلا الله أهلا بتكبيرات كتلك التي يرددها الحجاج في بيت الله الحرام يوم التروية يعلو صوت المرابطين في المسجد الأقصى المبارك تعبيرا عن رفضهم اقتحام مئات المستوطنين الصهينة باحات المسجد المبارك بحماية من الشرطة فقد دعا رئيس الكيان المحتل نفتالي بنت إلى مواصلة الاقتحامات بشكل منظم على الرغم من الدعوات الدولية والأممية إلى وقف الاستفزازات وأخرها بيان للاتحاد الأوروبي الذي حذر من تفجر الأوضاع في فلسطين مسيرات دعت إليها جماعات صيونية متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى تحت مسمى أحياء ذكرى خراب الهيكل وأخرى حول أسوار البلدة القديمة بالقدس سبقتها أعمال اعتداء على المصلين والمرابطين في الأقصى إذ أخلتهم بالقوة واعتقلت عددا منهم لتغلق المصل القبلي بالسلاسل الحديدية محاولات الاحتلال ربط مناسباته الدينية بالأقصى المبارك هو أمر بالغ الخطورة يأتي ظن محاولات المساس بعقيدة المسلمين والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك وفقا لمجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الذي أكد أن الدعوات إلى تكثيف الاقتحامات هي محاولات لتغيير الواقع التاريخي للمسجد الأقصى تزايد وطيرة الانتهاكات الصيونية بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في فلسطين هي رسالة مفادها بأن نهج التطرف والإبعاد والتهجير وبناء المستوطنات مستمر بلا هوادة مادم رد الفعل العالمي والعربي لا يزال خجولا إن لم يكن متخاذلا وفقا لمراكز حقوقية دولية ترجمة نانسي قنقر